هذه تعتبر هي معركة مصيرية للحزب الديمقراطي لمواجهة الرئيس ترامب والجمهوريين برمتهم لأنه الحزب الديمقراطي أنهك منذ الانتخابات السابقة وخسارة السيدة هيلور كلينتون ولذلك هذه المرة هي مصيرية حتى للمرشحين بيرني ساندرز وجو بايدن بالنسبة إلى أعمارهم المتقدمة وهذه ستكون آخر انتخابات بالنسبة لهم يعني على المستوى الصحي ومستوى العمري ولكن الآن الديمقراطيون ستكون هذه المعركة الانتخابية بين الحزب الديمقراطي وبين ترامب ليست بين الحزب الديمقراطي أو الجمهوري أو كل المرشحين وترامب ستكون الحزب إذن أي شخص يصل إلى المرحلة النهائية ويمثل الحزب الديمقراطي سيكون الجمهور الحزب الديمقراطي يدعمه بكل الطرق والوسائل سواء كان بايدن أو ساندرز ما هي فرص أي منهما في كاسح ترامب في الانتخابات الرئاسية نعم الحظ الأوفر هو إلى بايدن لأنه بايدن لديه أفكار معتدلة يعني حتى ترامب لا يستطيع أن يهاجمه بمسألة الأفكار بأنه يهاجمه بمسألة الشخصية يسمى سليبي جو جوزف النائم وكثير من الكلمات الغير لا أقاطب عنها بالأخلاق السياسية ولكن حضوض برني ساندرز قليلة جدا لأنه الهجوم حتى سيكون الهجوم عليه ليس فقط من الجمهورين وإنما حتى من الديمقراطي لأن لديه أفكار لبرالية متطرفة أيضا ولا يتقبلها الجمهور الأمريكي الذي معروف هو بأفكاره المعتدلة إذا لم يكون لديه أفكار تقريبا يمينية شكرا جزيلا لك سيد كاظم الوائلية المحلل السياسي كنت معنا من واشنطن